يبدو أن قانون الانتخابات المزمع إعلانه ما زال يشبه الجدل وتدور حوله خلافات أبرز الخلافات وحسب فرلمانيين تكمن في أن مشروع القرار لا يستند إلى مادة تجيز العد اليدوي لأصوات الناخبين والجدل حول عدد الدوائر الانتخابية لم يحسن بعد وكذلك احتساب نقاط الأصوات لصالح المرشحين المستقلين بعيدا عن هيمنة الأحزاب ويدور أيضا السجال حول التصويت في الخارج فقد طالب المعارضون بإلغائه أو إجرائه في الداخل تجنبا للتزوير لصالح أحزاب متنفذة وكذلك حسم مسألة اقتراع القوات الأمنية على الجانب الآخر يترقب الشارع ما ستسفر عنه التحركات السياسية بينما المتظاهرون يطالبون العراقيين برفض القانون فور إعلانه في حال عدم تلبيته طموحتهم المتظاهرون أعلنوا أيضا رفض ترشيح مزدوجي الجنسية والمحكومين بتهم الفساد والسرقة والمسؤولين الحاليين والسابقين قرلمانيون يقولون إن عدم تمرير القانون في ظل وجود معارضين يعني اللجوء إلى نظام الانتخابات ذي الجولتين بين المرشحين الذين يحصلان على أعلى الأصوات لفوز أحدهما